ماذا نفعل نحن كعراقيين؟ الآن أكو تلاث أدوار وواضح مشهد توزيع الأدوار في هذه الحرب أكو موقف رسمي حكومي يلعب أدوار إسناد دبلوماسي وسياسي جيد وأكو موقف فصائل مقاومة تلعب أدوار عسكرية وأكو موقف شعبي داعم للأداء الحكومي وراضي عن أداء الفصائل قبل يومين فصائل مقاومة العراقية ضربت قاعدة في عسكرية في الجولان وصار الحديث أنه الأصابات حققت ضربات نوعية بحيث قتلت جنود إسرائيليين كان كرتياح بالشارع العراقي هناك فرح أنه من الجيد على فصائل المقاومة أن تصل إلى هذا المستوى بحيث تستهدف جنود إسرائيل وتقتلهم لا نري صواريخ فارغة هكذا صار يتحدث العراقي عن فصائل المقاومة العراقية وجبهة الإسناد الفصائلية هذه أكو عنها رضا غير معلن من قبل الحكومة وفصائل مقاومة نفسها لديها رضا على أداء الحكومة أنه من الجيد أن تلعبين في المحافل الدولية خطابة الدبلوماسي تسهيل عملية إرسال المساعدات تسهيل عمليات دعم النازحين وهذا كله متغطي بتوجيه مرجعي الشخص من similarity شخص من عدد من قبل الحكومة لديها Beauregard عمليات دعم تحفيل فوق 후�ques شكرا